يحكى أن في قديم الزمان كان هناك حيوانات تخرج للصيد والبحث عن الطعام وفي طريقها كانت تصادف دب كبيرا مستلقيا تحت الشجرة مسترخيا ومطمئنا ذات مرة قرروا أن يذهبوا إليه ويسألوه لماذا لا يبحث عن الطعام مثلهم وعندما سألوه قام بالإشارة إلى الشجرة التي كان تحتها وأخبرهم أن فيها عسلا يكفيه لسنوات وأنه ليس مضطرا للخروج للبحث عن الطعام وفي أحد الأيام زحف ثعبان فوق تلك الشجرة ولمح فأرا فقام بمطاردته ولدغه بالسم فتسمم كل العسل وفسد فوقف الدب على قدميه باكيا متحسرا فطعامه أصبح مسموما وفي المساء عادت الحيوانات وهي تحمل الكثير من الطعام فتفاجأوا بحال الدب الباكي وسألوه عن السبب ثم أقنعوه بالخروج معهم كل صباح